واحد من أولادك من الأسماء الكبيرة في الكرة المصرية محمد الشناوي أيوه محمد الشناوي الفترة اللي فاتت تعرض لبعض الانتقادات في لقطة تقريبا في كاس العالم الأندية مباراة فرامينجو هي لقطة واحدة كان بس يضربها وما يمسكهاش بس وقد تخلص الليل ولسه كان صادت كرة من مدرش يضرب الجزاء مفيش يعني احنا هنا بص الحساب اليومي أو اللحظة اللي هو على اللقطة يعني محمد الشريف قبل ما يروح كاس العالم كان يسلام على الإشادة ولجع والآن مش محتاج مواجب خلاص بلزبط احنا الحساب لازم يبقى بالإجمالي ما يحدث في الموسم وتقييم اللاعب من خلال الإجمالي بتاعه وينجدد له وينزود له فلوس ينقص له فلوس يعني على حسب الرسم البياني بتاع الأداء بتاعه طول السنة أما الحراس فهم كلهم بعافية السنة دي معظمهم كلهم آه معظمهم مفيش حد يعني حتى كان معولين عليهم النجاد أو الصبحي أو برضه صبحي بدأ مع الزمالك ما كانش موافع أو المبارح كان هايل مطش اللي فات يعني لكن كلهم عندهم خلطات ودي لها تفسير يعني ديني بقى التفسير عشان أنا محتار أولاً أولاً الحراس بيلعبوا في أجواء مختلفة تماماً بهمة اتخاذ القرار مهم اللي انت بتقول ده بس أوصفوا للناس بس مش فاكر كانت مباراة ايه كان محمد الشنية واقف في كرة سابتة ضربة روكنية فتلموا عليه هو حتى معرفش يخرج يعملها لا ما هي ما هي أنا بس أنا بقى أفسران درجات الصعوبة في اتخاذ القرار زادت ليه أحلول إحنا بنعملها في التدريب في البوزيشن والهروب وإن تسرق خطوة قبل الكرة ما تتلعب وتهرب من البلوك إزاي والحاجات دي بنتكلم فيها لكن هي زادت درجات الصعوبة بتاعت نفس الإمكانيات اللعيبة في التزديد وفي دقة التصويب وفي دقة التمرير والكروسينج والحاجات دي بقت أحسن كتير نتيجة تكنولوجيا الأدوات بص أنا بكلمك في حاجة تانية خالص حيل اللي انت بتقول ده يا كبتا أنا تعايف أنا بحب الحاجات بحب التفاصيل دي قوي يعني ايه تكنولوجيا الأدوات يعني انت دلوقتي إحنا كنا زمان بنعمل فطرة إعداد 12 أسبوع ونشيل كراسي نجري بها حولين الملعب ونطلع المدرجات وننزل دلوقتي لأ فيه تكنولوجيا بتعمل يعني التقوية للمجموعات العضلية وفيه عضلات عاملة وعضلات غير عاملة وفيه تكنيكال ترينينج يعني مدرب متخصص في التكنيك بتاع الأداء والحاجات دي اللي خلي مثلا الأوفر فيه سورف أو يبقى قوة الكروس أزاي أو فيها الحاجات دي كلها فكل دي صعوبات بقت على حراس المرمو فتبص تلاقي مثلا دخية في مباراة نجمها وفي مباراة تانية الكرة بتعدن بالرجل صح وحصل السنة دي بالتحديد كتير دلسون أو تيب كورتوة كان ليه أخطاء كتير السنة ردا وأحسن حاس في العالم ما أنا بقولك يعني أنا بتكلم كل الحراس بلا استثناء عندهم أخطاء بس دي في كرة القدم الحديثة بقت عادي مفهوم نتيجة الأتموسفير أو الأجواء اللي الحراس بيلعبوا فيها تمام أنا بقى بدي بقى إيه أيوة بدي خمس ست سبع عشر مباريات محصلتهم إيه ستة من عشرة عدة تمام عشان مثلا لو أنا بفكر في تغيير أو تبديل أو 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 تمام ومش هفكر في تغيير أو تبديل إذا كان الحارس الثاني بعيد عن الحارس الأول أيوة تم بجي بقى نقطة هتخدني الجزئية مهمة إن كل ما الشناوي يعمل غلطة كل فترة يقولك الأعلي محتاج الأعلي محتاج حارس ثاني ده الحارس الثالث في النادي لأني يلعب في أي حتة الحارس الثالث في النادي لأني يلعب في أي حتة ويروحوا يلعبوا أساسي في الأندية الثانية ويبقوا مضمن اختياط المنتخب عالي لطف أنا كنت بأخده أساسي معايا في المنتخب من هو في أمبي محمد الشناوي كنت بأخده من هو في تروس جيت فلا الحساب ما يبقاش كده بس هي ثقافة لازم الناس تفهم إنه اللعيبة دلوقتي بقت شغلة نفسها بالسوشيال ميديا ومركزة والحاجات دي بتأثر عليهم وده أكبر خطأ لأن اللعب يركز في الحاجات دي أنا بركز في شغلي وركز أنه أطلع إنتاج يوازي أنه آخر السنة النادي يجدد عقدي أو يزود عقدي أو يحسن عقدي بلعب مطش وحش وأنا عجبني الشناوي جدا في الحاجات دي ولا هنا والثاني مطش اللي بعضها طول جامل جدا ما بيقعش بيركز هو مطلوب طبعا يركز طول الوقت لكن هو ده طبيعة اللعبة دلوقتي يعني أنا لسه بتفرج على من أسبوعين أو ثلاثة حارس مارما ليفربول بيعمل دريبل أليسون بيعمل دريبل الدهر للرجل جابها جو صح أكيد فاكرها طبعا وعادي جدا لأنه وليس سوحي من أحسن حراس المارما في العالم بص الحراس متقسمين لثلاث حاجات اللي هو الفرز الأول بص الكلمة اللي حتتقالي اللي بيخطأ يبقى هنا إيه اللي بيخطأ أخطاء مختلفة على فترات متبعدة هاي يبقى الأساس هنا إيه ها الخطأ لازم هيخطأ كده كده هيخطأ لازم لأنه بس تبقى أخطاء متبعدة ومختلفة يعني ما يكررش خطأ أنا هفتكر حاجة تقالتلي من مثلا حاجة واربعين سنة ها من كابتن فؤاد شعبان الله يرحمه الله يرحمه طبعا مساعد مستر يدروتي وإحنا بنلعب فشوف فكره من زمان كان بيقول إيه ها إنت لو قاعد وقدامك فواكه الدنيا كلها واللحوم والحاجات وقاعد تاخد ستين قرار وإنت ما عندكش ضغط عصبي ولا أي حاجة صح هتاخد الستين قرار كلهم صح لا أكيد هكون حاجة تخيل بقى وإنت بتلعب وإنت واحد بيزقك من هنا واحد بيديك في عينك من هنا صح أكيد حيبى عندك في الأخطاء في مرة هتاخد بعد قراراتها تغير بيش الحراكة بس يدوته حيبقى أكله قدامك بعد مكله أقول ما كنتشكلت دي كنتشكلت التالي لا يعني هو هو الكابتن فؤاد شعبانك هاي يعني نوع من أنواع التدريب النفسي بس بشكل بلدي بس هو ده الصح صح صح فأنا أشوف فكر للكابتن فؤاد الله رحمه 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 الله عليه صح من حاجة واربعين سنة ومثل عظيم جد يعني مثل يعني بيغلط هي مشكلة الحارس دايما وابدا الغلطة بتاعته جولي الباكة هيغلط في قسط اللقاء ممكن تعدي وحد ترى يشيله مثلا نحن عمرك ما شفت أليسون ده الناس زامت عليه وقالك لازم يمشي يقض أو نجيب حارس تاني لا بالظبط تيبكر تهو بقولك حارس تاني يعني يعني صح 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 شكرا شكرا